وللمزيد من المتابعة ينضموا لنا هاتفياً الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية دكتور أحمد لعلك تابعت معنا الإجراءات المصرية هناك تحرك مصري عاجل لدعم الأشقاء في ليبيا بتوجهات رئاسية من أعلى المستويات إلى أي مدى تسهم تلك الإجراءات في توثيق العلاقات وتأكيد على موقف مصر ثابت من الأشقاء؟ بالطبع هذا التحرك المصري السريع لدعم الأشقاء في المغرب منذ أيام وفي ليبيا بيعكس ثوابت السياسة المصرية السياسة الإنسانية والدور الإنساني المصري في التضامن مع الأشقاء الدول الصديقة والدول الشقيقة وطبع الدول العربية في ظل هذه المحن والكوارث المأساوية بالطبع التي تعرضت لها وهذا الدور ليس بغريب هو جزء من السياسة الاستمرارية في السياسة المصرية رأيناه في السنوات الماضية في أزمة السيوم في السودان في عام 2018 ثم بعدها كان مرفأ لبنان وتفجير المرفأ وتحركة مصر لمساعدة لبنان وأيضا في زلزة العبادة السورية الشقيقة في فبراير من العام الماضي ثم الكارثتين الطبعتين في كل من المغرب وليبيا وقبلها أيضا في أزمة كورونا وهذا بيعكس حقيقة هذه السياسة المصرية السابتة الدعيمة للأشقاء على كل المستويات السياسية والاستضية والأمنية وبالطبع الإنسانية وبيعكس حقيقة دور مصر كدولة فعيلة في النظام الدولي في إطار المسئولية في تقديم الدعم والإغاية النقطة الثانية بيعكس القدرات المصرية العالية والجاهزية المصرية أيضا فيما تعلق بالتحرك السريع لدعم الأشقاء فيما تعلق بإرسال المساعدات الإنسانية، فرق الإنقاذ، المعدات الحديثة، كمس معسكرات للواء أيضا المساعدات الطبية والفرق الطبية وكلها بتعكس حقيقة صدرات الهائلة لمصر والخبر العالية للقوات المسلحة المصرية التي تتحرك في أوقات سريعة جدا وفي أرقام كياسية بما يعكس دائما قدرة مصر في هذا المجال الإنسان ويؤكد دائما أن مصر في كل الأوقات، مصر حكومة دولة وشعبا تقف دائما إلى جانب أشقائها في كل هذه المحنة وهو من عكس حقيقة في هذا التقدير الكبير للدورة المصرية وفي تعزيز العلاقات المصرية العربية وفي أيضا كما تعلق بكدرات الدولة المصرية في هذا التحرك في التوقير وفي تسفير كل طبقات الدولة المصرية وكل أوقف التعم من أجل تخصيف المعاناة ومن أجل المساعدة في الإنقاذ وفي جهود الألغاشة سواء في ليبيا أو في المغرب أو في أي دولة عربية أخرى نعم، الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك